يعطيك العافي يا دكتور أنيس أهلا حضرتك طلبني على المكتب في شي دكتور أنيس أنت متهم بغش كتابة التقارير تاعات المختبر من زميلك شمشون غاشش هنا نعم لا تنكر الأدلة كلها بالدينك غش بنسبة 98.8% كيف يا دكتور أنا جبت تقاريرك وتقاريره وقارنتهم في بعض نفس الأرقام مع تغيرات لا تذكر يا غشاش ليش ليش يا ابني كل اللي كان مطلوب منك تأخذ الرقم من الجهاز وتضربه في معكوسه وتطلع النتيجة ليش الغش صبرك يا دكتور قبل ما تتهمني بالغش ورجيني كيف غشيت لا وبنسبة 98.8% كمان تعال تعال استريح أخذ لك المثال هالتقريرين وين الغش في الأرقام يا دكتور كلها تطابق ومش شايف وين الغش طب تعال نشوفهم سطر سطر ونشوف وين الغش بالنسبة لهذه الأرقام معقدة مش ساعل معرفة الغش اللي صاير فيها يا دكتور اسكت سيبنا من هذه الأرقام بدي أسطبها تعال هون هذا الرقم هون 58 بما إنا قسيت فيمكن اعتبار هذا الرقم 58 58 هو نفسه بس مكرر دكتور كيف غاشه أنا ضارب رقمي بمعكوسه والنتيجة صحيحة مختلفة تماما عن نتيجة شمشون أنا لو غاشش منه وغلطان بالغش ما بيطلع من حاصل الضرب مختلف عنه وصحيح كمان شايف دكتور صدفة صدفة كيف الصدفة أيوة بالصدفة يا غساش أنا مش راح أظلمك احتياطا خلينا نشيلهم الحسبة كمان شوف هون كمان 99 92 تفرج مني طيب شو علاقتها 2262 ما لأنك غسات فممكن اعتبارها نفسها 92 هاي عندك بس في مكان تاني بس انت أنا قلها غلط مع العجلة سقطت منك التسعة يا دكتور كيف بالغلط مكانها غير عن مكان رقم شمشون نتيجة بالضرب بالمعكوس صحيحة لو غاشها من شمشون ما بطلع مختلفة وصحيحة صدفة صدفة يا دكتور كيف بالصدفة آه بالصدفة غساش بس برضو أنا مراح أظلمك بدي اعتبرها لا إليك ولا عليك شيلها من الحسبة شوفهم تعال 222 بما أنك غسات فممكن اعتبارها نفسها 2262 بس انت ضفت ستة بالغلط يا دكتور اسكت 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 من غير ما تحكي فهمت عليك صدفة وبدنا نجيلها لا إليك ولا عليك تعال شوفهم نفس الأرقام تماما 25 25 75 75 125 125 تطابق تام غش ما بعد غش دكتور هاي أرقام لابد منها مشتركة بيني وبين زملائي كلهم باستخدامها مع معايرة الأجهزة عندنا لا لا انت غشاش تعال هدول الرقمين رايح أعتبرهم مختلفين مية وخمسة مية وواحد 225 255 معينهم بيشبهوا بعض كتير اختلافة في رقم واحد فقط لكن معلش باب أحب الظلم بدي أعطيك حقك بنفس الطريقة رجعت لكل تقاريرك السابقة يعني لقيت نسبة تطابق بينها وبين تقارير شبشون 98.8% يعني نسبة بدينك 100% مش حرام عليك يا ابني ليش ما بدكم تتعلم ليش الغش ليش الخيانة انا بدي مصلحتكم يا انيس مهلك قبل ما تشغل استوانت انا بدي مصلحتكم وشو وليش حضرتك كم مرة قلت لي بما اني غشيت يعني شطبت أرقام كثير على اعتبار اني غشيت لما طلعت معك لما طلعت معك نسبة 98.8% استنتجت اني غشيت مش هذا اسمه استدلال دائري استدلال شو يا حبيبي استدلال دائري يعني الدليل والنتيجة نفس الشيء بما اني غشيت عكلامك فنسبة التطابق بين تقريري وتقريري شمشون 98.8% وبعنه نسبة التطابق هيك فانا غشيت بنفس الطريقة وصل اتباع الخرافة الى ان نسبة التطابق بين المادة الوراثية لدى الانسان والشمبانزي هي 98.8% في واحدة من اكثر من الكاتهم كوميدية وانتشارا قصة شيقة من قصص صناعة العلم الزائف فتابعوا معنا كيف وصلوا الى هذه النسبة 98.8% بما ان الانسان الشمبانزي تطورا عن أصل مشترك فبإمكاننا مقارنة مادتهم الوراثية بطرق تفترض انهما من أصل مشترك ومع اضافة بعض الفبركات ايضا نصل الى ان نسبة التشابه بينهما 98.8% وبما ان النسبة عالية بهذا الشكل فلا بد انهما تطورا عن أصل مشترك يعني الدليل مبني على الدعوة هذا هو الاستدلال الدائري تعالوا نرى كيف تم هذا من خلال خمس خطوات تتلخص فيه أولا تشطي بجزء كبير من المادة الوراثية لا يوجد فيه شبه بين الانسان والشمبانزي ثم استخدام برمجيات تفترض أصلا صحة التطور ثم تفسير النتائج بافتراض صحة التطور ثم اختيار نوعا واحد من الفروقات في المادة الوراثية وتطنيش الفروقات الأخرى ثم تطنيش الدراسات التي تخرج بنتائج مختلفة عن النسبة المرادة سلفا الخطوات الثلاثة الأولى تتم في المختبرات والخطوتان الأخيرتان تتمان في البروباغاندا الإعلامية سنوضح بداية أمرًا متعلقًا بالخطوة الثانية ثم نسير مع الخطوات بالترتيب مع التذكير بأن كلمة جينوم تعني المادة الوراثية لكائن حي في كتاب بايوينفورماتيكس آن فانكشنال جينوميكس الطبع الثالثة سنة 2015 وهو كتاب معتمد عالميًا في علم الجينات ويدرس في الجامعات تجد في مقدمة الفصل الثالث منه الجملة التلخيصية التالية بكل وضوح الجينان أو البروتينان متشابهان إذا اعتبرناهما قد تطور من أصل المشترك يعني هم في مقارناتهم للمادة الوراثية يستخدمون برامج كمبيوتر الذين صمموا هذه البرامج افترضوا في تصميمها صحة التطور وأن الإنسان والشمبانزي تطورا عن أصل مشترك ولولا هذا الافتراض لما خرجت نسب التشابه التي يتكلمون عنها ويبين الكتاب أن عامة برمجيات المقارنة بين المواد الوراثية مثل بلاست وإتش أم أم إي آر هي بنفس الطريقة مصممة على أساس صحة التطور فما تقوله الأبحاث إذن جينوم الإنسان والشمبانزي متشابهان إذا اعتبرناهما تطورا عن أصل المشترك بينما بروباغاندا الخرافة حرفت نتيجة الأبحاث لتصبح جينوم الإنسان والشمبانزي متشابهان وبالتالي فقد تطورا عن أصل مشترك لمسة سحرية من لمسات أتباع الخرافة كالمعتاد غيرت إذا إلى وبالتالي تعالوا الآن ندخل مطبخ صناعة الخرافة لنرى خطواتها بالترتيب سنبدأ بواحدة من أشهر دراساتهم وهي المنشور عام 2002 في المجلة الأمريكية العلمي جينات البشري ما الذي جرى في هذه الدراسة؟ تم أخذ عينة جزئية من جينوم الشمبانزي ثلاثة ملايين زوجا من القواعد النيتروجينية وللتبسيط سنعبر عن كل زوج بالحرف إذن أخذوا ثلاثة ملايين حرف من أصل حوالي ثلاثة مليارات حرف وهو عدد حروف جينوم الشمبانزي كاملا وبالتالي فالعينة التي أخذوها هي حوالي واحد بالألف من جينوم الشمبانزي قارنوا هذه العينة بجينوم الإنسان الخطوة الأولى تشطيب جزء من هذه العينة لعدم وجود تشابه أصلا لاحظ الباحثون أن ثلثي هذه العينة فيها شبه من جينوم الإنسان بينما 28% من العينة تم استثناؤها لم يقارنوها بالإنسان لأسباب تصاعب مقارنتها واستثنوا كمان 7% لماذا مفيش مناطق تشابه بين الجينومين يعني شطبوا ما مجموعه 35% من عينة الشمبانزي الواحد بالألف التي اختاروها تصوروا إخواني 35% مختلفة ومشطوبة سلفا ثم يتكلم لك أتباع الخرافة عن 99% تشابه وتذكروا كيف شطب الدكتور أجزاء كبيرة من التقريرين من البداية نفس الطريقة الخطوة الثانية هي مقارنة ما تبقى من عينة الشمبانزي بالإنسان كيف قارنوها؟ باستخدام برمجيات تفترض أصلا صحة التطور وأن الإنسان والشمبانزي من أصل المشترك البعض يظن إخواني أنه عندما يقال أن هناك تشابها بنسبة معينة بين جينوم الإنسان والشمبانزي فإن هذا يعني أنهم أخذوا جينات الشمبانزي وقارنوها مقارنة مباشرة بجينات الإنسان واحدا الجين المسؤول عن إنتاج صبغة الدم بمثله في الشمبانزي الجين المسؤول عن إنتاج إنزيم من الإنزيمات الهاضمة بمثله في الشمبانزي وهكذا وهذا ليس صحيحا بل هم يجزئون المادة الوراثية للإنسان والشمبانزي ويقارنونهما بمصفوفات مبنية على معادلات رياضية هذه المصفوفات والمعادلات تفترض صحة التطور كما بينا من كتاب بيوينفورماتيكس مثلا هذا البحث الذي نناقشه قارن المادة الوراثية بناء على برمجية بلات الشبيهة ببلاست والتي ذكر كتاب بيوينفورماتيكس أنها معتمدة على صحة التطور فالمقارنة ليست مباشرة بل فيها تفاصيل معقدة مشروحة في كتاب بيوينفورماتيكس وفي الدراسات الأصلية التي استندت عليها هذه البرمجيات وفي هذه التفاصيل يفترضون صحة التطور الآن تخرج نتائج من هذه البرمجيات فتأتي الخطوط الثالثة ألا وهي تفسير النتائج على أساس افتراض صحة التطور يعني أجزاء جينوم الشمبانزي تظهر مختلفة عن الإنسان ومع ذلك يفسرون الاختلاف على أساس تطوري مثلا هتان السلسلتان من الحروف مختلفتان عن بعضهما لا علاقة لهما ببعضهما يقول لك التطوريون لا بل الذي حصل هو أنهما جاءا من سلف مشترك والذي ورث السلسلة كما هي للشمبانزي بينما في حالة الإنسان هناك حرفان حشرا نفسهما بالغلط بطفرة عشوائية في هذا الموضع المشاري له بالسهم الأحمر وسنسمي هذا الانحشار الذي حصل يعني كما اتهم الدكتور أنيسا بأنه غش من زميله الرقم اثنين 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 وأضاف ستة بالغلط فأصبح الرقم اثنين اثنين ستة اثنين لكن لحظة حتى لو افترضتم ذلك لا زال هناك اختلافات بين السلسلتين في بعض الحروف فالتي ليست كالسي والجي ليست كالا قالوا بما أنهما تطورا عن أصل مشترك فالذي حصل أن هذين الحرفين تغيرا في حالة الإنسان بعملية سنسميها استبدال حولت الـ و اخرى حولت الـ يعني كما قارن الدكتور أنقام مية وخمسة مع مية وواحد وميتين وخمس وعشرين مع ميتين وخمس وخمسين بين تقريري أنيس وشمشون فروقات في رقم واحد في كل عدد بأي حق اعتبرتم أن هذا حصل كيف أعطيتم لأنفسكم الحق في بناء هذه السيناريو يقولون لك لأنهما تطورا عن أصل مشترك لكن لحظة إذا كان هذا هو الذي حصل بالفعل فستكون هذه العمليات العشوائية قد خربت وظيفة هذا الجزء من جنوم الإنسان وقد أصبح محل اتفاق أن السلاسل الطويلة من الـ ليست خردة كما كان أتباع الخرافة يروجون قبل نتائج مشروع الانكود عام 2012 فالتخريب في المادة الوراثية بشكل عام سيفسد وظيفتها مثلا إذا كانت هاتان السلسلتان اللتان قارنناهما عبارة عن جينين مختلفين في الشمبانزي والإنسان فكل جين ينتج بروتينا مختلفا وصحيحا وله وظيفة مختلفة عن الآخر مثل ما حاصلوا ضرب الأرقام في حالة صاحبنا أنيس كانت مختلفة عن شمشون وصحيحة في الوقت نفسه دكتور كيف غاش شون أنا ضارب رقمي مع كوسو والنتيجة صحيحة مختلفة تماما وغلطان بالغش ما بيطلع من حاصل الضرب مختلف عنه وصحيح كمان يقولون لك بالصطفة بالصطفة بنفس الطريقة قارن الباحثون أجزاء أخرى من جنوب الإنسان والشمبانزي وفسروا الاختلافات بتفسيرات متنوعة تفترض كلها السلف المشترك تماما كما بنت دكتور تفسيراته على افتراض أن أنيسا غش من شمشون فمرتا يقولون سقط حرف أو أكثر أثناء التحدر من السلف المشترك وسموا هذه العملية حذ يعني عكس يعني كما اعتبر الدكتور أن هي مغشوش مع سقوط حتى لو كانت أماكن هذه الحروف مختلفة على كروموزومات كما أماكن الأرقام مختلفة في التقريرين ومرة يفسرون الاختلاف بوقوع تكرار لبعض الأحرف وسموا هذه العملية كما اعتبر الدكتور أن خمسة ثمانية خمسة ثمانية هي مغشوش الثمانية وخمسين مكررا بهذه الطريقة خارجت الدراسة بنتيجة أن هناك آلاف طفرات السبستيوشن الاستبدال العشوائية وآلاف طفرات الحشر والحذف العشوائي طفرات الحشر والحذف المزعومة هذه كل منها يتراوح في الطول بين حرف إلى خمس وستين حرفا ولك أن تتصور أخي كيف يعتبرون أن خمسة وستين حرفا انحشرت في سلسلة بالخطأ ومع ذلك يكون لهذه السلسلة المخربة وظيفتها المناسبة هنا وعند الخطوة الثالثة في مطبخ الخرافة انتهى دور الأبحاث المخبرية وجاء دور البروبوغاندا لاحظوا إخواني الأبحاث العلمية كهذا البحث الذي تكلمنا عنه لم يكن موضوعها إثبات التطور من خلال نسبة التشابه بل هم ينطلقون من افتراض صحة التطور وهم يعون ذلك ويعون أنهم يستخدمون برمجيات تفترض ذلك أبحاثهم كانت عن أنواع الطفرات التي يدعون حصولها والتي فرقت الإنسان بزعمهم عن الشمبانزي فسؤالهم البحثي لم يكن هل حصل التطور أم لا وإنما كيف حصل التطور يعني كيف تطور الإنسان والشمبانزي عن أصل المشترك مشكلتنا مع هذه الأبحاث هي مع هذا الافتراض الباطل الذي انطلقوا منه افتراض صحة التطور والذي بينا ونبين بطلانه علميا أما بروباغاندية الخرافة فمشكلتهم أنهم حرفوا الدراسات وجعلوا الافتراضات نتائج وأوصلوا الرسالة الكاذبة أنه ودون أي افتراضات فإن الفرق بين الإنسان والشمبانزي واحد فاصل ذلك وننتقل معا إلى الخطوة الرابعة في مطبخ الخرافة جاء البروباغاندية إلى نتائج البحث المذكور وقالوا ما هي نسبة الاختلافات الناتجة عن طفرات الاستبدال المزعوم أنها فرقت الإنسان عن الشمبانزي بالنسبة لعينة الجينوم المأخوذة من الشمبانزي بعد تشطيب قسم كبير منها النسبة هي واحد فاصلة 24% بالمئة يعني طيب ماذا عن اختلافات الحشر والحد المزعومة البروباغاندية وبكل بساطة طنشوا هذه الاختلافات فهم إذا شملوها فلن تخرج معهم نسبة 98.8 بالعشر بالمئة ذات الطنين والرنين لذلك فبكل بساطة استثنوها وسلطوا ضوء على النسبة التي تمثل اختلافات الاستبدال المزعومة فقط كما استثنى الدكتور كل أنواع الاختلافات بين تقريري أنيس وشمشون وعد فقط ما يشبه الاستبدال ما هي نسبة اختلافات الاستبدال في الدراسة قلنا أنها 1.2% واحد واثنين بالعشر بالمئة اها واحد واثنين بالعشر بالمئة اختلاف مئة بالمئة ناقص واحد واثنين بالعشر بالمئة يساوي 98.8 بالعشر بالمئة تشابه اذا جينوم الانسان والشمبانزي متشابهان بنسبة 98.8 بالمئة وهكذا اصبحت الخرافة جاهزة للتقديم على موائد العلم الزائف وصحتين وعافية على العقول المؤجرة 35% من العينة مشطوبة من البداية ثم تطنيش الاختلافات الكبيرة والتي زعموا أنها حصلت نتيجة الحشر والحذف ثم انتقاء رقم فرعي ظهر في الدراسة ليستهبلوا به السطحيين من الناس رقم الواحد فاصل اثنين بالعشر بالمئة وهكذا صنعت خرافة الثمانة وتسعين فاصل الثمانية بالعشر بالمئة ولاحظ كيف يظهرونها بالعشر ثمانة تسعين فاصل الثمانية بالعشر ولا يقربونها لأقرب عدد صحيح خوف الحلال والحرام كما يقال لإشعارك بالدقة العلمية في هذا الرقم الرصين المقدس بزعمهم مع أن الرقم الحقيقي لا تسع وتسعين ولا ثمانية وتسعين ولا تسعين ولا ثمانين بالمئة احفظوا هذه الوصفة الخماسية إخواني لأنها تستخدم في تحضير كثير من وجبات الجينوم في مطبخ الخرافة مثلا بعد سنوات من الدراسة التي انتهينا منها وفي عام 2005 نشرت مجلة نيتشر دراسة هي الأشهر في المقارنة بين جينوم الشمبانزي والإنسان تعالوا نطبق خماسيتنا المذكورة خطوة خطوة الخطوة الأولى تشطيب جزء كبير من المادة الوراثية لا يوجد فيها شبه بين الإنسان والشمبانزي تراوحت تقديرات الجينوم الإنساني من حوالي ثلاث مليارات إلى حوالي ثلاث وستة بالعشرة مليار الباحثون في هذه الدراسة شطبوا ببساطة مئات الملايين من الأحرف في جينوم الإنسان وقارنوا مليار حرف اثنين فاصل أربعة بالعشرة مليار حرف فقط بالشمبانزي اشمعنا هذه الكمية فقط لأنها تعطي أكثر تشابه إذن فهناك ما بين الخمس إلى الثلث من جينومي كل من الإنسان والشمبانزي مشطوبة من البداية لأنها لا تظهر تشابها وبالتالي فلا يمكن لنسبة التشابه المحسوبة في النهاية أن تصل ولا حتى إلى تسعين في المئة في الحقيقة الخطوة الثانية هي استخدام برمجيات تفترض أصلا صحة التطور وبالفعل استخدم بلاست زي وبلا وهي برمجيات تفترض أصلا صحة التطور الخطوة الثالثة هي تفسير النتائج على أساس تطوري فسر الباحثون الاختلافات بين جينوم الشمبانزي والإنسان بمثل طريقة الدكتور مع تقريري أنيس وشمشون استبدال حشر حذف مضاعفة وغيرها ما نسبة الحروف المستبدلة بزعمهم وما نسبة الحروف التي حصل لها حشر أو حذف بزعمهم قبل أن نكمل هذه من مادة وراثية عملاقة تعني خمسة ملايين عملية حشر أو حذف يصل كل منها إلى خمسة وستين حرفا كما رأينا في الدراسة السابقة أنتم تدعون حصول ملايين العمليات العشوائية بهذه الطريقة ومع ذلك ينتج عنها إنسان وشمبانزي كل منهما متكامل متناسق يقولون لك نعم بالصدفة لكن ما هذه الصدف التي تجري ملايين التغييرات في أماكن محددة من المادة الوراثية دون أن تغير مناطق حساسة في بقية المادة الوراثية علما بأن تغييرا واحدا يكون أحيانا مميتا فلا يتكون لا إنسان ولا شمبانزي يقولون لك أيضا بالصدفة ألا تعرف المثل القائل يا محاسن الصدف على كل نعود لنسبهم هذه واحد فاصل اثنين اختلافات استبدال وثلاث اختلافات حشر واحد وكما عبر الباحثون هذه الثلاث بالمئة يعني تقزم نسبة ناتجة عن الاستبدال فالواحد فاصل اثنين وثلاث بالمئة أقل بفارق وتبدو قزمة أمام ثلاث بالمئة هنا يأتي دور البروبغاندية على خط الإنتاج في مطبخ الخرافة لننتقل معا إلى الخطوة الرابعة ألا وهي اختيار نوع واحد من الفروقات وتطنيش الفروقات الأخرى فتطنش الأرقام الكبيرة ولا تذكر إلا الأرقام القزمة البروبغاندية بكل بساطة ولا أقول ببراءة طنشوا الثلاثة بالمئة الناتجة عن الحشر والحدث وطنشوا غيرها ولم يذكروا إلا الاستبدال وطنشوا طبعا ما هو أهم من هذا كله أن خمس إلى ثلث المادة الوراثية محذوفة سلفا من الخطوة الأولى وأن البرمجيات تفترض صحة التطور كما في الخطوة الثانية ومرة أخرى مئة بالمئة ناقص واحد اثنين بالعشرة بالمئة يساوي ثمانية تسعين فاصلة ثمانية بالعشرة بالمئة إذن ها قد ثبت الرقم بما لا يدع مجالا للشك ووجبة أخرى مبهرة للعقول المؤجرة في قناة مينوت إيرث المؤيدة للخرافة هناك فيلم مبسط جدا بعنوان هل نحن بالفعل شمبانزيهات بنسبة تسعة وتسعين بالمئة قام بشرح جزء مما حصل وهو القسقصة التي تمت للاختلافات الكبيرة في جنوم كل من الشمبانزي والإنسان يعني الخطوة واحد في خماسيتنا التي شرحناها فلنتابع جزءا من هذا الفيديو إذن فالباحثون استثنوا ببساطة اختلافات كبيرة فطرحوا أجزاء كبيرة من المادة الوراثية للشمبانزي وأخرى من الإنسان وقارنوا ما تبقى هناك أبحاث ولباحثين من أتباع الخرافة لاحظت أنه لا مبرر أبدا لتطنيش نوع من الفروقات واعتبار نوع آخر فاستنتجت أن نسبة الاختلاف يجب أن تكون أربع بالمئة وليس واحد بالمئة هنا تأتي الخطوة الخامسة في صناعة الخرافة وهي فن التطنيش والذي تتقنه بروباجاندا الخرافة لتحافظ على الرقم تسعة وتسعين بالمئة فتطنيش مثل هذه الدراسة دراسة أخرى وصلت إلى نسبة تشابه خمسة وتسعين بالمئة تطنيشها بروباجاندا الخرافة في سبيل المحافظة على الرقم تسعة وتسعين بالمئة دراسة أخرى أحدث من السابقات كانت نسبة الاختلاف فيها ثلاثة وعشرين بالمئة يعني التشابه سبعة وسبعين بالمئة وليس ثمانية وتسعين ولا تسع وتسعين بالمئة تطنيشها بروباجاندا الخرافة في سبيل الرقم الأكشن تسعة وتسعين بالمئة وفي دراسة أحدث وأحدث عام 2013 لم يجري الباحثون عمليات القسقصة والتشطيب فكانت نسبة التشابه الناتجة سبعين بالمئة مع شيء من التساهل كما ذكر الباحثون والذي بدونه كان يمكن للنسبة أن تكون أقل وطبعا تطنيشها بروباجاندا الخرافة في سبيل الرقم الأكشن تسع وتسعين بالمئة فهذه النسبة تسع وتسعين بالمئة عزيزة على قلوب أتباع الخرافة فتراهم يقولون لك نسبة العلماء المؤيدين لتطور حوالي تسع وتسعين بالمئة ولنا بإذن الله وقفة مع هذه النكتة أيضا وهي أيضا بالمناسبة نفس نسبة فوز رؤساء عرب في انتخابات شعوبهم لهم نفس النسبة ونفس المصداقية ولا تستغربوا إخواني من هذا التباين الكبير في النسبة لاختلاف الطريقة اختلاف انتقاء العين والقصقصة والتشطيب وكيف تصمم البرمجيات التي ستجري المقارنة بين المادة الوراثية للشمبانزي والإنسان فالمقارنة ليست بسيطة مباشرة خالية من التلاعب والافتراضات كما توهمك بروباجاندا الخرافة طبعا إذا واجهت أتباع الخرافة بشيء من هذا وقلت لهم كيف أعطيتم أنفسكم الحق أن تفترضوا صحة الخرافة وتخرجوا بنسب ثم تبنوا عليها صحة الخرافة يأتيك الجواب المعتاد لأن التشابه في المادة الوراثية ليس الدليل الوحيد بل لدينا أدلة كثيرة من طرق عديدة كالحفريات وغيرها وغيرها تعال معهم على الحفريات لماذا فسرتم هذه الحفرية بناء على صحة التطور أليس هذا شكلا من أشكال الاستدلال الدائري فيقولون لك لا بل لدينا دليل من تشابه المادة الوراثية للإنسان والشمبانزي بنسبة 98.8% خرافة ليس لها رأس من ذيل مش هذا اسمه استدلال دائري استدلال سويا حبيبي استدلال دائري ولا دائري ولا مربح أنا أصلا مش بس نسبة 98.8% اللي أثبتت لي النقص شيء عندي أدلة تانية شو اللي أدلة يا دكتور أدلة كتير بيتمين النجاح الموجود في بندورة ولندا اللي هي سبب تفوقهم الكابسل اللي في السيارة اللي ما إلها وظيفة كيف تحولت السحلية لطير ورياض اللي سرق المليون وشكل تقريرك الخارجي بيشبه شكل تقرير شامشون أنا أصلا عطيت اسم لحقيقة بوششك شامشونيز ثيوري منتهى الموضوع وأنا الآن في طور جمع المزيد من الدلائل على هاي الحقيقة طيب سؤال آخر ما دام الموضوع عندكم بالنسبة الأكشنية دون النظر في التفاصيل فهل الشمبانزي فقط هو الذي يمكن أن نرى له نسبة تشابه ما 99% مع الإنسان حسب طريقتكم يا أتباع الخرافة لا فحسب بحث في مجلة التطورية المعروفة 99% من جينات أحد أنواع الفئران لها شبيهات في الإنسان وهو رقم مختلف في المعنى عن الأرقام السابقة لكنه أيضا يصلح لإبهار السطحيين فلماذا لا ترويجون لهذا الرقم أيضا كدليل على التطور هل لأن إقناع الناس بوجود أصول مشتركة قريبة زمنيا من الفئران أصعب من إقناعهم بأصول المشتركة مع الشمبانزي هل لأن هذا يكشف سخافة المقارنة بهذه الطريقة هل لأنه يبين أن شجراتكم التطورية عديمة القيمة شجراتكم المبنية على التشابه الشكلي والبنيوي الذي بينا كوميديته في الحلقة الماضية والتشابه الجيني الذي نبين كوميديته في هذه الحلقة هل لأنه يمثل قصة بائسة أخرى من قصص الأرقام المتباينة بشكل مضحك مع اختلاف طريقة المقارنة والتشطيبات والقصقصات فترى نسبة في ورقة تسعة وتسعين بينما في موقع المؤسسة القومية الأمريكية للصحة تجد نسبة التشابه في المناطق التي تتم ترجمتها إلى بروتينات هي خمسة ثمانين بالمئة بينما في الغالبية العظمى من المادة الوراثية نسبة التشابه أقل من خمسين بالمئة ومع هذا كله يعرض التطوريون مثل هذه الصورة تشابه بالنسبة اثنين وتسعين بالمئة بين الإنسان والفر لإقناعك بالتدرجية أن العشوائية والانتخاب الأعمى عبثا عبر ملايين السنين بحيث كلما زاد التشابه الجيني زاد الشبه بالإنسان ويخرج عليك متحف التاريخ الطبيعي في لندن بالتعاون مع مطبعة جامعة شيكاغو في أمريكا بهذا الكتاب 99% Ape How Evolution Adds Up قرد بنسبة تسعة وتسعين بالمئة هكذا يتدرج التطور فصل آخر من فصول العلم المفصل حسب الطلب فهناك نسبة تشابه ما مع الفئران 99% وهناك 92% وهناك 85% في أجزاء وأقل من 50% في أجزاء وهناك نسبة تشابه مع الشمبانزي 99% وهناك 96% وهناك 95% وهناك 77% وهناك 70% خذوا يا بروبا جاندية الخرافة ما يعجبكم وطنشوا ما لا ثم خرجوا على الناس باستنتاج صحة التطور وبرسمات شجرات التطور وهكذا فليكن تطبيع العلم لخدمة العقيدة الداروينية هذه هي قصة 99% بعد أن فهمتها أخي ابتسم وأنت تقرأ في مجلات الأخبار العلمية مثل سينتفك أمريكا التي تثقف عامة الناس أننا نتقاسم 99% من ماداتنا الوراثية مع الشمبانزي وابتسم عندما ترى الدكتور ريتشارد دوكنز يقول ابتسم وأن تتراه يخاطب متابعيه كالأطفال موهما إياهم أن المسألة ببساطة طفرة عشوائية حدثت بالغلط في يوم الأيام هنا وطفرة هناك فأنتجت لنا الإنسان وفصلته عن الشمبانزي ثم مضحك ملء الفم وأن تتسمع عرابي الخرافة يقولون الوراثة الجزئية وعلم الجينات حسمت الملف وأكدت التطور وانتهت القضية حسنا ما يا حضرة العميد عندما بترضى بالظلم حضرة العميد ألا أفبد أنه هنيس غاشش بالتسعة وتسعين في المية تسعة وتسعين في المية كيف فهمني يا حضرت تقاريره وتقارير شابشون من نفس الاشي تسعة وتسعين في المية تشعب هالك هنيس اسمك هنيس برق بسرعة 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 برق برق تعال بطي وخلينا نحنك شواله على المكور أنيس سمع لناك راشم وشمشون بنسبة 99% لا 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 99% 99% 99% 99% 99% 99% أخس 99% من جنوم الشمبانزي يطابق جنوم الإنسان حوالي 99% هو الأطرب إلينا على الإطلاق هذا بلا شك عالم الإنسان ألما كبيرا وجدنا أنها فعلا متطابقة بنسبة تصل يعني تزيد بالنسبة على الأقل الرئيسيات البرايماتس هذه تزيد عن 94% بعضها يصل إلى 99% تطابق إذن أيها الأحبة ناقشنا في هذه الحلقة مغالطة الاستدلال الدائري الذي يستخدمه التطوريون كثيرا على مستوى المادة الوراثية وفي غيرها ورأينا معا ما يحصل في مطبخ الخرافة يتم شطب جزء كبير من المادة الوراثية ثم استخدام برمجيات تفترض صحة التطور ثم تفسير نتائجها على أساس التطور ثم انتقاء رقم يمثل أحد أنواع الفروقات لصناعة الرقم مع تطنيش أرقام أكبر تمثل فروقات أخرى ثم تطنيش دراسات أخرى تخرج بأرقام مختلفة تماما عن الأرقام المرادة ثم عمل العمليات ذاتها مع كائنات أخرى كالفأر ثم انتقاء أرقام تناسب التدرجية المزعومة ثم ادعاء أن هذه الأرقام تدل على الأصل المشترك ثمان خطوات ظلمات بعضها فوق بعض لكن تبقى الخطوة التاسعة والأهم قد تظن أخي أني في هذه الحلقة حريصٌ على أن يكون التشابه بين جينوم الإنسان والشمبانزي أقل ما يمكن وهذا ليس صحيحاً كل ما أردت تبيانه هو أننا نتعامل مع كذابين وأن هذا الرقم 99% بروبغاندا إعلامية يرددها البعض عن جهلٍ أو كذباً بعد ذلك لا فرق عندنا أبداً بين أن تكون نسبة التشابه في المادة الوراثية 70% أو 99% أو 99.9% أو 100% فالتشابه مفسرٌ متوقع ومهما كانت نسبته كبيرة فلا تؤثر أبداً على ملاحظة عظمة الله في خلقه بل كل ما رأينا التشابه بقدر والاختلاف بقدر ازددنا إجلالاً وتسبيحاً وخضوعاً لمن قال إنا كل شيء خلقناه بقدر كيف؟ سنرى ذلك في الحلقة القادمة لنرى فصلاً من عظمة الخلق ومعه فصلاً من كوميدة تطوريين لا في فبركة الأرقام فحسب بل وفي تفسير الأرقام كذلك وهي خطوتهم التاسعة في صناعة الخرافة فتابعوا معنا والسلام عليكم